دكتور خالد محمود خصرياً الآن قال إن محمد هاني هيغيب عن لقاء المؤولية العرب محمد الشناوي حارس المرمى هيغيب عن لقاء المؤولية العرب وبكرة هتجرى أشعة على رجليه هيبان مدى الغيبة دي كابتن أحمد فتحي لن يلحق بمباراة المؤولية العرب ففي ظروف وليد سليمان ما تدربش النهاردة وليد سليمان بكرة هتحسم هيلعب مباراة المؤولين ولا لأ فهذا هو الموقف يعني أنت عمال تقل كمان لعيبة أساسية عمد شناوي راجل اللعيب أساسي جون الأساسي بتاع النادي الأهلي ومنتخب مصر حيغيب غض النظر عن الأخطاء محدش يعني معصوم من القطع كابتن شريف إكرامي وفكرة عالي لطفي طبعاً ويرجع تاني وإكرامي ياما طبعاً يعني شيف ياما شال النادي الأهلي وطبعاً وصل النادي الأهلي لبطولات وليد سليمان من الركائز برضو ممكن احتمالي غيب أحمد فتحي غير موجود عمد هاني البديل مش موجود فأنا عايز أقول إن إحنا يعني نستفيد من الإخفاق اللي حصل ده في بعض بقى الحاجات اللي تتعالج لازم برضو منعيد تاني لازم يا جماعة التدعيم والتدعيم في أكتر من مركز أنا عايز برضو أتكلم في نقطة أهاب إن أنت برضو خلال الفترة اللي فاتت السنين اللي فاتت سنتين ثلاثة اللي فاتوا أنت عندك ناس محسوبة في القايمة عندك وشغلة مكان في القايمة وهي مش موجودة خالص يا للإصابة المتكررة يا ما بتلعبش وحتى لما بتلعب ما بتتمسكش بالفرصة دي وتثبت نفسها عشان تكمل بتلاقيه برضو مستوى متواضع وده ما عادنهوش في الناد الآهلي يجب أن يتم حسم الملف الطبي لبعض اللي عادين مليون في المية لأن أنت القايمة صغيرة على حجم البطولات بتاعة النادي الآهلي خلال الفترة والمشاركات بتاعته فلازم فيه لعيبة على أعزي لعيبة الجاهز اللي صبط طرقه وترد يرجع الجاهز والمميز للناد الآهلي الجاهز والمميز الناد الآهلي لازم اللعيبة بتاعته تبقى مميزة زي ما تعودنا على التاريخ كله تاريخ النادي الأهلي قوام منتخب مصر دايما سبعة تمانية أساسين في الملعب النادي الأهلي غير الناس اللي عادة برها احتياطي في المنتخب مصر فلازم اللعبة اللي تبقى موجودة وتنزل وتلبس في الليلة النادي الأهلي تبقى على مستوى عالي جدا ومستوى عالي فني والشخصية بتاعة النادي الأهلي شخصية اللاعب اللاعب النادي الأهلي لازم يتحمل الضغوط اللعب النادي الأهلي اللي بتغلب مثلا في مباراة وكون عنده مباراة تانية حتى خارج أرضه فسط جمهور كبير لا بيتحمل الضغط ده ويكون قد المسئولية فيه فيه لعيب أنت ما بتتعاقد معها كابتن بتبقى شايفها بأداء كويس جدا بس ما بتديها الفرصة وبتيجي فرقة كبيرة كلام ده مش على أهلها بس ما بتقدرش تتعامل في مثل هذه الأجواء فالاختيار يجب أن يكون اختيار اللعيب اللي لديه الصفات أنه يلعب لفرقة زنة المشكلة أهاب هنا في إيه بقى في الاختيار مين اللي بيختار لازم تكون ناس على أعلى مستوى في الاختيارات ومفيش حاجة اسمها أختار لعيب لعب ماتشين ثلاثة كويس فأجيبه لا لازم يكون لعب مميز ولازم يبقى فيه ميزانية موجودة أنها تقدر تجيب اللعيبة المميزة دلوقتي اللعيبة المميزة بأرقام النادي الأهلي مش أقل من أي فرق أنها تجيب لعيبة مميزة لو عايز يحصل على بطولات وخصوصا أن أنت على مدار السنين اللي فاتهه ده ملف كبير أو لازم نقوله أن أنت خلاص من فترة بتاعت مانويل جوزيه أنت خلاص اعتمدت على اللعيبة والانتدابات والتدعمات من الخارج ومع ذلك برضو سواء المحلي سواء المحلي أو ابتدت الموضوع شوية يقل في اخطاعات الناشئين أنها تطلع ناس أنت في ناس كانت مميزة في اخطاع الناشئين وراحت إعارات وانت عارف برضو مش أي العيب بيطلع إعارة وعارف أنه راجع النادي الأهلي في منهم اللي هو بيستسلم بيستسلم ودخل لبالك وضع طبيعي السبب لانت اللي ما تكون بتلعب في القمة وتروح تلعب محترمي لجميع الأندية وأنا جربت دي أصلي يعني انكسار فني انكسار فني خلاص بقى أنا بلعب في الأضواء والنادي الأهلي والعب بقى في نادي بشارك في الدوري